الشرطة تقرب من المواطن وتحسسوا أنها في خدمته وأنها يعني منوطة بتحقيق الأمن والأمان للمواطن عشان يقدر ينمي ويقدر يشتغل ويقدر يعيش في بلده وهو يعني مستمتع بها مش عايزين نكبر المسألة ونقول نصلح لأنه هو العلاقة يعني أعتقد أنها علاقة بيشبها بعض السوق الفهم مش جزري يعني وبالتالي الفن يقدر النهاردة يقرب المسافات يلطف الأجواء يحط الأشياء اللي في خدمة المجتمع في أعماله الفنية سواء دراما أو أغنية أو مسرح أو سينما ونقدر كلنا علشان إحنا في مركب واحدة نتعايش ونتعاون إننا نعدي المرحلة دي إحنا مش هنقعد نقول أهلي وزمالك ولا قطوفار ماينفعش الشرطة والجيش والشعب والمواطن كلنا واحد مين أسرة النهاردة ملهاش فرض في الجيش أو في الشرطة أو في القضاء أو في التعليم أو في الصحة ماينفعش إن احنا نفرق نفسنا ونبقى شيع بهذا الشكل خلينا نتكلم بشكل عملي عن شيء يلطف الأجواء مش تفتكرين إن أنا السنة اللي فاتت اتخانقت معاك أو حصل سوق تفاهم خلينا إحنا أولاد النهاردة خلينا نتكلم النهاردة إزاي نقدر نخرج من اللي إحنا فيه اللي إحنا فيه كبير قوي محتاج جاهد كبير قوي مش محتاج تسخين محتاج تلطيف بقول المصريين خلوا بالكو مصر أنا مش خايف عليها أنا اللي بخاف عليه هم المصريين اللي عايشين في الفترة الزمانية دي ولنا أمثلة في التاريخ كبيرة قوي مصر قعدة يتغير عليها كل البشر ومرة فوق ومرة تحت فأرجوكم خلونا دايما فوق